المورد الخامس عشر أقول في كل مئة عام أو كل عشرة أعوام أو في كل عام لا بد من مدلس يتلاعب بألفاظ الأحاديث والروايات والكتب والمخطوطات ويغير في معانيها ويأتي بمعاني وتفسيرات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان من أجل دفع ما ثبت عليهم من وهن وكذب وبطلان فيكون هذا المدلس الجديد مرجعا ومرجعا جديدا ومصدرا لأكاذيبهم وافتراءاتهم المتجددة على طول الزمان فمثلا بعد أن كثرة الكلام عن لؤلؤ واحتج الكثير بلؤلؤ وبعد أن انكشفت وأشيعت مواقف لؤلؤ اضطر منهج التيمية للتدليس فوجد أن لا خلاص من خزي وعار لؤلؤ إلا بأن يدعي أن لؤلؤ شيعي رافضي ففعلها ابن كثير ففتح فتحا تدليسيا مبينة حيث قال في البداية والنهاية جزء الثالث عشر البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم توفي في شعبان عن مئة السنة وقد ملك الموصل نحو من خمسين سنة وكان ذا عقل ودهاء ومكر والكلام لابن كثير وكان ذا عقل ودهاء ومكر لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم وأزال الدولة الأتبكية عن الموصل ولما انفصل هولا كوخان عن بغداد بعد الوقع الفضيع العظيم سار إلى خدمته طاعة له ومعه الهدايا والتحف فأكرمه واحترمه ورجع من عنده فمكث بالموصل أياما يسيرة ثم مات ودفن بمدرسته البدرية وتأسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة معدلته وقد جمع له الشيخ عز الدين كتابه المسمى بالكامل في التاريخ فأجازه عليه وأحسن إليه تفجيه هذا عز الدين صاحب مجالس وسفر الخمور والمنكرات وصاحب مجالس الرقص والطرب هذا الغادر القاتل يعطي إجازة لابن الأثير لصاحب كتاب الكامل في التاريخ يعطي إجازة له لإمضاء الكتاب لإثبات الكتاب لتثبيت الكتاب إجازة بالرواية إجازة بالكتاب إمضاء بما جاء في الكامل سجلوا هذه عندكم لاحظ كتاب الكامل وراجعتم كتاب الكامل وكاتب الكتاب هو ابن الأثير وكما نعلم بأن ابن الأثير ليس بشيعي ليس برافضي تابع للدولة الصلاحية المقدسة الأيوبية وأيضا هو بالأصل تابع إلى الدولة الزنكية الأتباكية وكتاباته فيها التمجيد لتلك الدول التي ينتمي إليها والتي يواليها والتي توافقه بالمذهب بالطائفة بالفكر بالمنهج ونعلم ولا يوجد خلاف بأن ابن الأثير وكتاب الكامل من المصادر السنية وانتهى الأمر هذا خلاصة الكلام وأعطاه لؤلؤ إجازة بهذا الكتاب إذن هذا لؤلؤ شيعي فما أحسن الشيعاء في حرية الفكر وهذا مشهود للشيعاء بهذا مهما كان الانتماء من قريب أو بعيد بحق أو بباطل لعنوان التشيع فالشيعي يتميز بإعطاء حرية الفكر إعطاء العقل الخصوصية الإلهية القدسية المقدسة التي تميز الإنسان عن البهائم تميزت الدولة الفاطمية بهذا وكانت حرية فكر وكما ذكرنا سابقا وتميزت الدولة المملكة الحمدانية في الشام أيضا بهذا الأمر هذا الإحتمال الأول الآن نقول هل يقبل المقابل هل يقبل العاقل بأن الحاكم الشيعي الرافضي يعطي إجازة بكتاب أو لكتاب الكامل في التاريخ ويجيز للكاتب ما سجل فيه وما جاء فيه يخالف الأصول والمبادئ والقواعد الفكرية الشيعية يسمح بالكتاب لا يعترض عليه من باب الحرية الفكرية أما يعطيه إجازة عليه فهذه كيف تعقل يا ابن كثير ترجمة نانسي قنقر